شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول قمة له مع الحلف شمال الأطلسي في بريكسل منذ تسلمه السلطة وقال ترامب إن على حلف الناتو أن يركز على تحديات الإرهاب والهجرة وما وصفه بالخطر الروسي ومن جهة أخرى شدد ترامب على ضرورة التزام الدول الأعضاء بدفع حصاصها المالية مؤكدا أن الحلف سيكون أقوى إذا سدد الأعضاء التزاماتهم المالية وكان أمين عام الحلف يانس ستولتنبرغ أعلن انضمام الناتو للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي دون المشاركة في العمليات القتالية أستاذ محمد كيف يؤثر انضمام الناتو للحرب ضد داعش على الحرب العسكرية للتحالف سيكون أقوى بالطبع وأعتقد أنه في سبيله أنه يحب فيه شغل اللي بحصل في لندن ويحصل في باريس ستلاقي فيه تحالف أكتر مش كل الدولة ستتحارب لوحدها لكن وانت بتقري الخبر لفت نظري ترامب كان متصالح مع نفسه في الكلام بالتركيز على أن الدول الناتو ستدفع ستوزيد حساسها في الناتو وقد تحقق ذلك عجبني كمان أن هو إيمانه بالناتو بيتحقق كان شوية بيتكلم وكان فيه نوع من الشد والجذب وهم حاجة أن الرجل في هذه الجولة عندما يرجع أمريكا كده فيه الخبراء اللي بيهجموه اللي بيهجموه كتير وأعتقد أن أنا مش مؤمن به ولا مؤمن به اللي عمله فيه لكن هذا الرجل ينفذ أجندة جمهورية أمريكية حقيقية وسيبك من الكلام اللي بتقال على الصاتح أنه رجل مالوش خبرة مالوش كاريزمة الكلام ده كله